اشتركوا في القناة الحمد لله طيب حركة حركة نفسي سلسلة قبل كده كنا نكلمنا في حلقتنا قبل كده بالنسبة الأسنان طيب حركة الأسوى تجميل الليسة بالليزر طيب حركة بتفعل امتين حركة تانية؟ بصوا بيبقى بعض الناس عندهم حاجة اسمها الضحكة اللاثوية أو الميجوا يضحكوا بيتباين اللاسة بتاعتهم والأسنان بتاعتهم بتبقى قصيرة يعني الجزء اللي باين الواضح من الأسنان فده بيبقى قصير ده بيبقى محتاج ان هو نعمل بيبقى داخل جوة اللاسة قوي؟ اه يعني بتبقى التربوش بتاع السنة او المكان اللي باين من السنة بتبقى قصير فعلشان يبقى السنة كبيرة وشكلها كبير وشكلها حلوة عشان في نفس الوقت ضحكته ما يبانش فيها اللاسة فبنعمل حاجة اسمها قص وتجميل اللاسة بالليزر بيبقى فيه نوعين فيه نوع جراحي وفيه نوع بالليزر الليزر بيبقى افضل لانه طبعا بيبقى بيبقى الالم فيه اقلب كتير ممكن نعمله بدون بنج او بنج موضعك بالكتير قوي وما بيبقاش فيه الجراحة اللي هو الدم الكتير بتاع الجراحة بيبقى الدم متوقف تماما والمريض بيشوف النتيجة وقتي يعني في نفس الجلسة بيشوف ان فيه فرق جامد قوي ملاحظة يعني هو انتو عندكو صور اوه لو فيه صور من فلوكو نزلها انا قابل وبعد قابل وبعد او ده بالنسبة للتجميل اللاسة او بالزبط بالزبط كده طب بالنسبة للتجميل داشة دكتورة بياخد وقت كتير في القص لا هي الموضوع بيتعمل في العيادة برضو زي ما قلتلك ببنج ممكن يبقى بنج موضعي او حتى بنج رش او اللي هو البنج الجل مش حتى حقا ولا اي حاجة خالص والموضوع ما بياخدش اكتر من ربع ساعة في العيادة بس بيبقى المريض بيبقى هو مبسوط لانه بيشوف التغير وقتي يعني بيبقى شايف ان هو الدحكة بتاعته بقت مختلفة جميلة بالعكس بقى ما بتبنش اهو معانا في التقرير لا دي تركيبات الزرق دي تركيبات ما عليش نعرض الصور التانية اللي هي بتاعت الليسة بتاعت الليسة لو سمحت لا دي تركيب برضا او دي تركيبه او دي زرع قالت كده ما هي كلين بعد ازنك لا دي تركيبات برضا او دي تركيب برضا برضو تركيبات دي بنيا احنا لسه برضو هنتكلم عالتركيبات دي هنتكلم برضو اكيد او او هنتكلم على كلها حدو ما تيجي الصورة حافيتك يعني هي لسه بتبقى يعني خلاص بعد كده سلنا بالبنة هنا يا دكتورة ايوة دي مفروض دي بعد عايزين بس عايزين بقى قبل لو سمحت اوه دي بعد برضو دي في وقت الجراحة على توردوس اللي فيه دم وفيش اي حاجة خالص دي وقت الجراحة بالليشة بكله اوه يعني وقت بعد ما عملنا الجراحة على طول في نفس اللحظة لو سمحت ممكن تورينا قبلها بس عايزين من الصورة اللي قبل الصورة اللي قبل لو سمحت لا لا اوه برضو لا فيه صورة قبل دي بعد دي بعد ما عليش شكلاني لو تحاول بس الصور اوه اطلق بس تمام ماشي طيب ممكن حقيت تكلمينا برضو على الصور دي يعني برضو اللي بتقول لنا برضو او تمام دي برضو كانت حالة ماجي تمام اصنانها كانت ضعيفة جدا تمام ومسويسة وعندها مشاكل كتير ففيه صورة حتى قبل دي امم نشوف اللي قبل عشان دي تركيبة المفروض زركن امم اا كوبري او بيسموه كوبري اوه تركيبات الزركن بقى بالنسبة لتركيبات الزركن دي حارتك يعني بيبقى أولها بيبقى يعني الفرق ما بينها فيه تركيبات بورسلان وفيه تركيبات زركن دي تركيبات بورسلان دي اللي كانت القديمة اللي هو بتبقى الكور او الداخلي بتاعها بمعدن ومن بره بورسلان نفس الون الأسنين الزركن لأ الزركن بقى من جوه من بره مادة الزركن دي مادة يعني عالية قوي فبالتالي اللاسة الحديث اللاسة بتتقبلها اللاسة بتتقبلها وفي نفس الوقت لونها بيبقى زي لون الأسنان الطبيعية تماما يعني في حتى برضو أنا بعتلك صورة الفرق ما بين تركيبات البورسلان والتركيبات الزركن هنلاقي في تركيبات البورسلان بتعمل زي زرقان وصمار كده عند اللاسة بالضبط الزركن لأ الزركن بتبقى باينة أنها طبيعية تماما ولون السنة بالضبط وبعد فترة ما بيحصل لاش لا بتغير شلونها خالص بس لازم أن يتابع بقى عند حضرتك على طول كل ست شهور يعني بنتطمن بس ايه الأخبار وبيستعمل المعجون بتاعه عادي وكل حاجة بستخدم كل حاجة إنها أسنانه الطبيعية تماما برضو الاهتمام بالفرشة الاهتمام بالخير بيزرع احنا بس خلينا نمشي واحدة واحدة هي الفكرة بس ممكن التركيب بس اختلفت معهم فالكنتورة طمعية يعني ممكن التركيب اللي تبقى موجودة نعرضها نتكلم عليها اه اه دي القص اللسع دي قص اللسع دي بعد اه اه يعني عاوزين الصورة اللي قبل اه دي اه المدام دي اللي كانت اللي أسنانها قبل التركيب فكانت مكسرة وفي حاجات مش موجودة وفي حاجات مسويسة الصورة بقى اللي بعدها هي اللي بعد بياخد وقت اقع الدكتور اللي قولها في حاجات مكسرة أو مسويسة أو كده بياخد وقت عامل محالتك يعني زي الزبط كنت بقوله ان هي بيبقى على حسب على حسب حالة المريض يعني في حاجات محتاجة تتعمل عصب في حاجات محتاجة دعامات بياخد كم جلسة يعني انا بقول حيك على حسب كل مريض يعني في حاجات ما بتحتاجش غير جلستين في حالة بتحتاج ثلاث جلسات لكن التركيب بيبقى في خلال من أسبوع لعشرة ايام التلاث جلسات بيبقى أوقاتهم ايه يعني بيبقى ورا بعض الجلسات ولا كل أسبوع لا يعني مثلا ما بينهم بين بعض يعني ثلاث ايام أربعة ايام كده علشان اللي لسه ترتاح اه بالزبط بالزبط جدا فاحنا نشوف بس الصورة اللي هي اللي بعد عشان نرتب الصور الصورة اللي عليزك يا محمد نعم هي الصورة تانية ايه حديثك؟ لا دي الترقم هي هو الصور عايزين بس نجيبي الصورة اللي هي اللي كانت قابلة وبعد اللي اتلمها بعد حاولا قابلوا قدرت اتعاملهم كده عشان بس الدكتور كان بتتكلم بس في حتة معينة بس كنا عايزين نكمل فيها او دي حديثك دي اللي قابل دي اللي قابل التركيب اه دي قابل التركيب او نفس المدام بعدها اه لا مشكوية ام طيب او لحد ما تجز الصور يعني حادثة الزراعة بقى دكتور يعني دي حادثك انت بقى يعني احنا تكلمنا في موضوع الزراعة ده قابل كده اه فهي احنا برضو اتفقنا ان الزراعة برضو مش مقلبة مبقيتش مقلبة زي زمين بسبب التقنيات الحديثة اه الموضوع ما بياخدش في العيادة غير عشر دقايق بالضبط زيها زي الخلة الالم بتاعها يكاد يكون يعني زي الخلع تماما لو بعدها بيقوم مكان بتاع الجرح بيبقى هو يعني مكان الجرح يعني هو اللي بيقلم بس نفس الزرعة بتتحط بالضبط في عشر دقايق تمام؟ وبعد كده المفروض ان الزرعة بنحط الزرعة ومنركب عليها بعد ستة شهور او بعد اربع شهور على حسب حالة العضل منركب عليها بنبدأ نحمل عليها الحمل بتاع الجبري حليل الدرس او اعطاك الدرس او سنة او سنة بس راتفر يعني بي كان فيهم بس هيا ستقول لحالاتك بعد الخلع هل بيحصل اي ضرر او اي حاجة؟ خالص طالما احنا واخدين البروتوكول بتاعنا المزبوط ان احنا عامنين الاشعة لسلوسية الابعاد للمريض ومنقيين المريض المناسب للزرعة وفي نفس الوقت السكر بنعمله حاجة اسمها سكر تركومي فبيبقى السكر بتاعه مزبوط يبقى هو يعني بنسبة نجاح تسعة وتسعين وتمانية من عشرة نسبة نجاح الزرعة فيش اي مشكلة خالص موضوع القلم مفيش قلم يعني يا كد يكون مفيش قلم في وقت الجلسة بأواخد بنجي موضعي وفي نفس الوقت الزرعة بتاخد بالزبط عشر دقيق والقلم اللي بعد بقى البنجي بيروح بيروح بالمسكينة هو بيبقى لمدة يوم بعد الزرعة بعد الزرعة لكن الفترة الست شهور دولت دي بس يعني حولاتك بتبقى يعني دي فترة كافية علشان العظم يمسك وعلى الزرعة نفسها يعني يمسك مكابل بالذي كريزا نقول اه لا العظم يمسك على الزرعة ويتقبلها بالتالي نقدر بعد كده نحمل عليها سواء هنعمل عليها كبري او هنعمل عليها تربوش طب بالنسبة لحالة تركيب الزرقون الزرقون ده حاجة جديدة يا دكتورا هما مش جديدة هو بقاله فترة يعني حد عارفه يعني الناس دلوقتي بدأت اه اه يعني الناس دلوقتي بدأت تعرفه واحنا بن يعني بن ركومند ان هو يتعامل لانه بيبقى افضل واللاسة بتتقبله اكتر من التركيبات البورسلان بتاعت زمان التركيبات البورسلان بتبقى باينة بتبقى باينة لنتي مركبة او باين ان انت مركبة لانه بيبقى لونه غامق شوية اه غير الزرقون الزرقون شكله بيبقى شكله طبيعي وحتى كمان يعني بيبقى بيتعامل اللاسة بتتعامل معي كأنها سنة طبيعية والله لان هو نيعني هقا تغيير التربيش بقى التربيش اللي انا ممكن اغيره من البورسلان للزرقون تمام ده بقى تغييري برضه يعني ياخد ايه وقت برضه ده موضوع سهل جدا مفيش مشكلة بنشير التربوش القديم اللي هو البورسلان ده ومفيش خلال يومين ثلاثة بيكون بناخد له المقاسي يعني وبنعمله التربوش الجديد خلال يومين ثلاثة بيركب التربوش الجديد او الكبر الجديد في حاجات يا دكتورة بتبقى لصد الفجوات في جوه المبيب السنان؟ او يعني بصي هو في بعض الناس بيبقى عندها مثلا الفلجات دي اللي ما بين السنين فتحات ما بين السنين او عندها الفلجة اللي في النص فما بتعجبهمش فيه ناس مش بتحبها يعني فالفينيرز بقى دي دي علاج ليها بتتغطى يعني السنة بتبقى فينييرز دي عبارة عن زي قشور او قشور خزافية مادة الايمانكس افانده؟ حرك حقني يعني بيحقين لا 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 خالص هي تركيبة بس تركيبة رفيع قوي ما بنبروش بتبقى رؤية اخوالك كده؟ رؤية جدا بتبقى يعني بوينت او سري من الفاصل تلاتة سماكترة رفيع جدا مادبانش اللي هي متاخدة ما بين الفاصل دي واحنا ما بنحتاجش ان احنا نبرد السنة يعني مش بقى نبرد السنة عشان تاخد مكانها ونضع في السنة؟ لا خالص لا ما بتحتاجش برضى تماما لأنه رفيع قوي دي بقى بتعالج لو حد عنده تسبق في الاسنان او او صفرار عنده مثلا سنة مكسورة عنده فلاجات ما بين الاسنان بالنسبة لا اسنان المكسورة دي يعني بتتعالج ازاي؟ ما هو بالفينيرز يعني سنة مثلا حد هو صغير وقع سنته كسرت او هو كبير برضو سنته كسرت بيأكل حاجة بيأكل حاجة سنته كسرت مش عاوزين نركب عليها تربوش عشان ما نضعفهاش فنعمل الفينيرز الفينيرز دي حاجة زي طبقة خارجية زي قشرة خارجية كده بتتلزق وبتبقى ثابتة على الاسنان بتدي الشكل الجمالي اللي احنا عاوزينه وبتكمل السنة وفي نفس الوقت لو حابين نحن نغير لون الاسنان بنغير مفيش مشكلة اصعب حالة وجهة حضرتك في مجال الاسنان؟ او والله بص رواء يعني مفيش حاجة صعبة لا يعني حالة كده حضرتك يعني حسيت ان اه يعني ايه صور يعني مش جديد على حضرتك بس يعني حاجة تعبت فيها يعني او حادثه هو معاملة المريض هي اللي بت يعني ازاي ان انت تخليه انه يبقى ريلاكس وهادي ومبسوط وهو قاعد دي 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 اكبر نجاح تمام؟ بعد كده اي حاجة بعد كده لما بيتقبل انه يقعد وشايف انه الدكتور اللي هو بيتناقش معاه او بيفهامه او يعني بيبقى بيساعده بيساعده اللي هو يعرف انه يهدى ويبقى هادي خلاص بعد كده بتقبل انه يعني زي ما تقوله سلمك بالضبط كده يعني الركة عايزة تقول لنا اللي هو عالدكتور هو اللي برضو بيامل اسحالة نفسية اللي هيق بيها المريض اللي هو عالده يعني دكتور الاسلام كمان بيبقى يعني كانوا زي معالج نفسي اكتر من انه بالضبط او خلاص المريض استريح خلاص تمام الدنيا كلها تمام يعني مفيش اي حاجة صدفة حضرتك لا لا تمام او بالنسبة حكونا احنا كلمة تغيير الترابيش بالنسبة للبرتنال ماليش ايه الحاجة يعني تستدى ان احنا نغيره ما انا بقولها هيك لو الاسنان الامامية وانا عندي فيه تصبخ في اللاسة بيبقى شكلها مش لطيف وخصوصا مثلا لو واحدة ستة او عندها لما بتيجي تضحك الاطراف السنة مع اللاسة باين فبتبقى باينة الترهوش على اساس يعني قدروا يقيموا يعني اللي انا راح اغير هي مش راح اغير عشان ده بزرط لا ما هو اوكي ما حاجة دي معمولة من زمان وطلع حاجة حديثة موجود يعني ممكن حد يقول ما موجود احنا عارف صدق مش هادين ليه نغيرها تمام انا بقولها هي حاجة قديمة حاجة كانت قديمة وعملالي مشكلة في الشكل او في المظهر او في اللون بتاعها وبالتالي انا بغيرها لان حاجة الاحدث يعني يمكن لو شفنا الصور هنلاقي الفرق في لو الصور مع انا معايش تاني يا كلاني اه يعني في فرق ما بين حالة كانت عاملة بورسلان والحالة والتانية عاملة الزرقون فرق شتان ما بين الشكل ده والشكل ده اه يعني واضحة كده اهود هنا يا دكتورة لا دي زرعان دي زرعان دي بعد تركيب الكبري على الزرعات مشكلة الفك يا دكتورة يعني في حد بيبقى عامل مثلا حدثة او عنده مشكلة في الفك اللي فوق والفك اللي تحت ده بيبقى ليها صعوبة في تركيب برضو الاسنان طبعا لان العده بتبقى مختلفة عنده بيحتاج جراحة بقى لنفك اللي فوق ما هو على حسب الأشعة بتاعته بتوضح ايه او الحدثة بتاعته عاملت مشكلة ايه على حسب الدوات احنا بنعوضه اما بزراعة ولو العدم عنده ما يستحملش الزراعة فبنتطر ان احنا نعمل كباري يعني لو العدم عنده ضعيف او اه او الليسة عنده ضعفة او اه اما بنزرع عدم او يا اما بنضطر ان احنا ذا بياخد وقت بقى ايه دكتوراه زراعة العدم قابطة بتاعته شهور يعني لازم نحط الزراعة زراعة العدم ونقفل عليها وبعدين العدم لما يعني ينمو او يعني يكتمل نبدأ نعمل عليها الزراعية دي بقى بجراحة حضرتك بجراحة طبعا اه بجراحة حضرتك انت اللي بتقومي بها اه طبعا اه 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 احنا بده منزلنش المركز ارقامه بس والعلوان ماشي 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 طبعا دكتوراه معليش بالنسبة الكبري اللي بتعمل ده المواده دي بتبقى يعني المتاري اللي بتاعته دي بتتعب برضه المريض لا خالص ما انا بقول حقيقي المادة الزركن دي بتبقى ملأمة جدا اه سواء الكبري او طربوش اه الزركن معليش اصحي انا معرفش الزركن بيستعملوا كله في ايه او ده او ده في اي تركيبة يعني بالضبط كده تبقى ملأمة جدا لللاسة وللأسنان فمفيهاش منها اي مشاكل خالص طب وبالنسبة للأسنان ما عليش بعد يعني كنا اتكلمها اتكلمها الحلقة اللي فاتت ويبنعليش الكلفة تاني الاسنان برضه التبييد او اللي هو برضه الناس اللي هي اسنانها صفرة وكده اه ما يتجوا لحضرتك يعني يعملوا ايه هو فيه تلات طرق لان احنا عاوزين نبايد اسناننا زي ما انتفقنا فيه اللي هي الجلسات التبييد دي بتبقى برعا بنحط جل وبيقعد تحت الليزر لمدة ساعة بنعمل تبييد للاسنان 8 درجات يا اما هو مش عاوز بصرا يعمل تبييد ففي حاجة اسمها هوليوود سمايل دي حاجة زي بتتلبس تركيبة نوع من انواع التلاستيك بتتلبس وقت ما يكون عنده عنده انتروفيو عنده فرح عنده كده تمام اه يلبسها بس طبعا دي بتبقى ضعيفة ما ينفعش يتكل عليها متبقاش حاجة ثابتة هي بس مجرد شكل بس ممكن تتخيلها يعني وتتركب ما تتشال وتتحط حاجة ما انا بقولها هي حاجة بلاستيك حاجة نوع من انواع البلاستيك القوي بس مجرد شكله يلبسها وقت ما هو عايز عنده فرح عنده انتروفيو عنده مناسبة اهو وبيخلحها تاني ما بينفعش يتكل عليها يعني او التالت حاجة تالتة هي الفينيرز الفينيرز هي بتبقى ثابتة تغير بقى شكل الاسنان زي ما احنا اتفقنا وبتغير لونها وبتبقى ثابتة معها على طول يعني بتعامل معها كأنها زي اسنان الطبعية بالنسبة لطبيعي الاسنان ليه وقت معين بيفضل في البقو ولا بعد وقت فترة مدد من سنتين لتلاتة على حسب استخدام المريض يعني على حسب استخدام المريض يعني واحد مدخن مختلف عن حد لا مش مدخن حد مثلا بيشرب اهوة مسكافيك كتير غير مثلا لا يعني ما بتعملش مع الهوة مسكافيك يعني هو ممكن يعني يعمله يعني بعدما عمله يستنى قد ايه مثلا لو هو عايز يحفظ عليه قبل السنتين ما يخلصه يفضل يتردد على عيادة ويتابع يسيب نقصه خالص والفرشة والمعجون وهو ما يستخدم الحاجات اللي هي السودة زي الكولا والبيبسي وكده لازم يخسل السنان وبعدها على طول إنما بعد السنتين بيتجي التاني للعيادة وبيشوف الأسنان في ناس والله بيستمر معها للطبيض لأنها بتبقى محافظة وفي ناس تانية بترجع لون أسنانها الطبيعي فبنعمل ستاشن تانية بعد سنتين أو تلاتة بعد سنتين أو تلاتة حدود من سنتين لتلاتة بعد كده يبدأ يعمل السنتين ده لو هو مش محافظ محافظ بقى يبقى هو كويس طيب تبقى كده حضرتك بس كانت آخر حاجة بتعززة حاجة عليها برضو معايش للزراعة تاني أي يعني ممكن بالنسبة للزراعة أنا ممكن أزرع كل الفكين يعني لو حد مسن أو كده يزرع الفكين عليه في حاجة اسمها يعني بنزرع طقم بنحط طقم على أربع زرعات يا إما لو إحنا عاوزين نعمل حاجة ثابتة مش بتتحرك وتشال وتتحط بنعملها على ست زرعات تمام؟ بيبقى كبري يبقى ثابت مفيش أي مشكلة منه خالص حضرتك قلت الكبار في السن لازم بيعملوا تحليل معينة وحاجات قبل الزراعة ديت حضرتك بالضبط كده زي ما اتفقنا اللي هي الأشعة سلسية الأبعاد والسكر الترقوم خلاص تمام؟ طب ومارس ضغط برضو لا الضغط مفيش أي مشكلة الضغط مفيش أي مشكلة للسكر هم مالحكتين دول بس الأشعة سلسية الأبعاد والسكر الترقومي لو الأشعة سلسية الأبعاد ليه؟ عشان احنا بنشوف طول وعرض وعمق وكسافة العضم لو الدنيا تمام قلاص بقى نتاجه على طول الزراعة مفيش أي مشكلة تمام يا دكتورا احنا كده بقى كده الزراعة خلصناها وازداركم الفينيرز معلش كلمة آه يعني آخر بقى يعني حاجة دي نتكلم فيها بس حاجة دي نتكلم فيها بس حاجة دي نتكلم فيها بس نفس الوقت هو بده يجي لحالتك المتاح بتاعه يبقى الوقت قد ايه؟ يعني هو مثلا في دماغه مثلا يبقى يوم اعمله عشان عندي ميتنج للصبح ولا اي ان كان يعني يروحه شوف بقى حالتك انا هتحكي لنا فيه لا هو زي ما اتفقنا الفينيرز زي عبارة عن قشور السمكة بتاعتها رفيعة جدا تمام؟ بتتعامل لما بتبقى الأسنان مكسورة او اللي عاوزة غير اللون بتاعها او في فلاجات ما بين الأسنان دي ملهاش موضة معينة في السنان ما بتتغيرش على طول لا ما بتتغيرش بس طبعا احنا المفترض ان احنا متابع مع العيادة او متابع مع العيادة او متابع مع العيادة زي اي زي ما انت عندك عربية بتروح بتعملي لها سيانة فليزم احنا المتابعة كل ستوشهور المتابعة مستمر او بالضبط جدا وبتتركب في خلال زي ما قلت لك في يومين ثلاثة لكن مش الصبح يعني اكيد مش الصبح خلال يومين ثلاثة او لا لا فيش الكلام ايه السؤال انا ممكن مكنش تعالتو حضرتك 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 تجاوب علي او مش عارف ممكن لكل ناسين حاجة ممكن حضرتك تتفكريني لا يعني حضرتك لو في حاجة باده تتوضيح هو لو احنا شفنو الصور حتى اه ممكن تتساوي بعد اذنك ممكن بعد عدلنا الصور والدكتورة تتكلم بعد اذنك كلاني ممكن لحد ما يعرضو حضرتك اه بصبا عين دي حالة من الحالات اللي هي اللي زي ما اتفقنا كان فيها عندها كبري بورسلان دي الصورة اللي فوق تمام وواضح جدا اللون مختلف تماما عن بقية الأسنان وواضح الفرق ما بين اللاسا والزرقان اللي في اللاسا فوق الصورة اللي تحت ده بعد ما غيرنا وركبنا هي التركيبات الزرقان بس الفرق واضح قوي يا دكتور بس دبت كده الفرق واضح تقصوه واضح واضح من فوق خالص بس دبت حالة عندها كمان درسين من ورا خالص يعني السنتين القدام في درسين ورا برضو معمولين زرقن سوري البورسلان واللي تحت دول كل التركيبات الأزيمة واخدين اتغيرت وتعملت زرقن فواخدين متسويين مع بعض وكده من قدام ولون اللاسا تمام وكده بقى ده من لا دي بيشنت تانية دي مريضة تانية بس نجيب الصورة اللي قبلها اللي قبل بقى اللي قبل دي الأفرق ايوة لا 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 دي بقى الحالة اللي هي اللي كان عندها سنتين فاضين ممكن تجيبها لنا اللي قبلها دكتورة هوا انت مركاء يعني السنتين الفاضين ده اللي خدوا الصف كله صورة الصورة السنتين الفاضين هما دي المفترضة هي دي واحدة بنوتة برضو سنان مكسرة اللي قهم عليها وبعد يعني وقت فسنتينها اللي قدام دول تكسروا همم فعملنا بدل ما نبرد استنى كلها ونتضعفها همم فروح نعملين فيينييرز اللى هي الصورة اللي تحت فطبعا بقى شكلها جميل استنى لو سمحت رجعنا تانية الصورة א Options spices فدي فيانييرز هيت تمام بدون مبردنا لأسنان خالص وشكلها طبيعي جدا ونفسل لون الأسنان بتاعيتها الطبيعية ورسمة الأسنان بتاعيتها الطبيعية بقى شكلها جميل اه دي حد كان مركب تركيبة بس للأسف الأسنان قصيّارة مفروض أن الأسنان تجميل بتاعها أنها يبقى فيه كوس جاي مع الشفة كده علشان ياخد شكل الكوس ما تبقاش السنان ستريت كده فغيرنا التركيبة واخدى شكل الشفاية من فوق بالزبط نشوف التركيبة بعدها لا دي مش هيا دي الصورة اللي كانت عاملة اللي كانت عاملة المدام اللي قبل العين احنا ممكن ناخد فاصل ونرتب السور هو كده طب ماشا هنروح فاصل ونرجع لترتيب السور فاصل ونوصل إن شاء الله موسيقى وبرجعنا حفظكم الجديد دكتورة كنا نلحظت الصور تانية وماتننا عملوها ممكن بقى كلاني توريني الصور بعد ما عملناها اه خلاص دي تكلمنا عنها دي فينيرز اه تمام تمام دي حد كان حطت فينيرز زي ما اتفقنا دي حطت فينيرز بعد ما زبطنا لها ديزاين بتاعتها كانت زي ما قلنا سنةها كانت ستريت وبعدين دلوقتي بقت مع قوس الشفة غيرت شفة القب اه ايوة دي تركيبات الفرق ما بين تركيبات البورسلان والتركيبات الزرق الزرق اه تمام اه دي بعد اللي عايزين الصورة اللي قبل بتاعتها ام لا مش هي مش لو حالتك الصورة اللي مدهارت يعني تشرح لنا اه ما يجي اصلا لسا ما احنا عايزين اي جي اي جي الحالة اللي انا قلت عليها اللي هي السنان بتاعتها كانت ستريت كانت معاملة تركيبة بس معمولة غلط السنان بتاعتها ام السنان بتاعتها ستريت دي كده اه اه في بقى الصورة اللي بعدها اللي هي اللي كانت جابها قبل كده كانت واخدها قوس السماعي تماما بعدها كلاني لا بش دي دي بعد دي بعد ماشي تماما يعني دي بعد ما كانت عاملت اه الدحكة بتاعتها ناسة متغيرة في السن متغيرة في السن اه متغيرة في السن نيجي بقى اللي هي اللي كانت الحذكة حطيتها قبل كده لا لا مش دي ايوة بص المنظر اتغير خالص اه انا اختلفت وشكلها صغر في السن ما شاء الله لك الدكتورة جميلة جدا بصراحة مختلفة مختلفة جدا مم ماشي شكرا تمام تماما دكتور احنا بنشهر حالك جدا وكتبخلك حالك في الاحسائلة دي وان شاء الله نوعد مع حالك تاني في حالك جديد ان شاء الله شكرا يا دكتورة عجلة شرعة نورتينه فاصل وهنرجع معنا دكتورة سالي هتشرفنا في الفاصل بعدها هذا الفاصل من شؤوني ابقوا معنا شاهدين ورجعنا لكم بعض الفاصل ومعنا دكتورة سالي حسن اخي الصائج لدي وتجميل بالليزر اهلا بك دكتورة سالي اهلا بحضرتك تمام كنت بعض اصحرك على حاجة الفرق بين البوتوكس والفيلر تمام انا حشرح ده لان في ناس كتيرة بتبقى فاكرة ان البوتوكس هو الفيلر تمام البوتوكس هو دي عبارة عن بروتينات بتتحط بتتحقن في العضلة بتعمل ارتخاء للعضلة هي مين 후 بتتحقن في الجزء العلوي من الوجه ، في الجبهة وبعض الاماكن في الجزء السوفلي من الوش بس هي اساسا لتجعيد الجبه واجناب العين والباني نوز اللي بتبقى عند بعض الناس ده البوتوكس بيعمل ارتخاء للعضلة بيحسن من التجعيد الفيلر بستخدمه في حاabanتين الفيلر هو عبارة عن هيلورونك أسد منه نوعين نوع وده اللي هو بيستخدمه وبيعود فترة ونان كراس لينك ده بيتحقن تحت الجلد سطحي يعمل نظارة وبيعود لفترات مؤقتة بيعود من شهر إلى اثنين مش اكتر من كده الفيلر باستخدمه ان انا بشد الوش او بدي فوليوم لان بعض الناس بتيجي كلها خايفة ان هي مش عايزة فوليوم انا مش عايزة تنفخ مش لازم هو انا مش لازم حنفخك بالفيلر هو على حسب انا بحقينه ازاي وبقيم انتي محتاجة ايه ممكن نشد بيه قديكي فوليوم خفيف احدد لك الفك او اعملك التاكسس اطلع لده انا بزبط الريشوس بتاعت الوش او المقيس بتاعت الوش بيعود بقى قدي ايه الفيلر او البوتكس البوتكس بيعود من 3-6 شهور الفيلر على حسب اطول فيلر بيعود تحت العين ده اكتر مكان بيعود ده البوتكس لكن الفيلر هو اللي تحت العين تحت العين ده اكتر ما كان بيعود ولا اللي هنا بيبقى ايه فلر برضو بس انا بقولك كل واحد بيقعد مدة قد ايه يعني البطس على حسب البشرة باقي دكتورة بوسي على حسب حاجات كتير اول حاجة المروض ده بتاعديه مدخنة ولا لا من الناس اللي هي بتتعرض للبخار وبتوقف في المطبخ كتير او بتروح سونة وجم كتير ده بيأثر برضو على عمر الفلر في الجنة طبعا لان التدخين بيوقف افراز الالستين والكولاجين الحركة بتاعت التدخين بتحرك العضلات باستمرار ده بيأثر على عمر الفلر لو هي ما بتتعرضش الحرارة لو بتستخدم كريمات مضادة انتي ايجنج يعني وحاجات مضادة الاكسادة هيقعد معيها فترة اطولة استخدمات جهاز بقى الهايفو 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 ده جهاز موجات صوتية مركزة ده يعتبر بديل جراحي لبعض الناس اللي خايفة من الجراحة لشد الجلد ده متواجد في المركز ده متواجد في المركز عفوا ده بيشتغل ان فكرته بيعمل شد للجلد سكين تايتنينج وبيحافز الالستين وكولاجين البيشنت بتشوف جزء من النتيجة وهي موجودة في المركز وانا بشتغل على جزء من الوش وبقوم هتشوف الفرق وبعد كده بنكمل الجزء ده قبل يعني لما بتحددي نوع البشرة حضرتك بتشوف الدنيا فيها ايه؟ بحدد نوعية الترهلات هل هي مناسبة للهايفو ولا لا وممكن كمان بعض الهايفو على فكرة تحتاج فيلر او خيوط بس انا بحدد اولا على عمر البيشنت لو هي مثلا ممكن ابدأ اشتغل من سن 30-35 سنة وطبعا اي سن معي فوق كده بيبقى مناسب لها بس هي اكتر عايزة ايه؟ وبرضو ايه اللي هي متوقعه من الهايفو لانه هو ما بيفردش تماما ده في النهاية جهاز ده جهاز اه هو بيحسن الترهلات الناس اللي عاملة دايت ونازلة كميات كبيرة بيبدأ يشدلها الجلد بشكل زر الناس اللي خايفة من الجراحة او مش مناسبة لها الجراحة اه اه او الفيلر في ناس بتقولي انا بخاف من الحقن طيب خلص هو بديل مناسب وامن جدا وامن لان هي موجات صوتية مركزة على الجلد وممكن اعمله بقى كل 3 او 6 شهور من 3 ل 6 شهور طب ممكن تكلميني بقى عن ظهور حب الشباب في البشرة اه تمام حب الشباب ده طبعا هو بيبدأ من سن 15 او 16 سنة اه وفي بعض الناس بيكمل معاهم للتلاتينات كمان اه المهم ان هو اختار العلاج المناسب للبشنت والنتيجي بدري لان فيه ناس بتتأخر قوي عبال ما تيجي بيبدأ بقى يبقى عمل لها حفر وده بيصعب العلاج اه فيه حاجات فيه ناس بيبدأ احدد لهم ان هي بس انتيبيوتكس بسيطة او علاجات موضوعية فيه ناس بتحتاج جلسات تأشير فيه ناس بتحتاج اتعمل لها ليزر اه لترميم الجلد والندبات طيب هي اسباب ظهور حب الشباب بتبقى ايه فيه عوامل نفسية او هرمونات او كلمينها كده دكتورة فيه منه جزء بيبقى هرموني اه وفيه منه جزء ان البشرة طبيعتها دهنية اه وده بلاحظ بقى ان مامته او بابا حد منهم كانت بشرته دهنية فهو وارث منهم الموضوع ده بس لازم تنتبه الام ان هي لو عندها ندبات يبقى نوع حب الشباب او الاب برضو لو عنده ندبات نوع حب الشباب اللي هتطلع لولادها هتسيب ندبات فلازم تيجي بدري تعالجه وطبعا فيه جزء منه طبيعة الاكل الغلط ان انا باكل دايما جونك فود باكل اكل دهني باكل سبايسي فود ده بيزود لي حب الشباب طب هما البنات الصغيرين الميكاب اللي هما بيحطوه هما لسه صغيرين هو ده اللي بيساعد على حب الشباب؟ بيعمل نوع من انواع حب الشباب بيبقى له علاقة بمساحي التجميل فعلا او بيظهر في الاماكن اللي بتحط فيها الميكاب بيبقى عند مكان البلاشر بالزبط او او في الجبهة الناس اللي بتستخدم كريمات الشعر او دهنات الشعر بطريقة بكميات كبيرة وبطريقة عنيفة بيبدأ مع الحر والعرق يسيح وينزل هنا بيبدأ يعمل لها حبوب في المكان ده اصلا بيلاحظ فعلا البنات الصغيرين اللي بيستعملوا الميكاب في سن الصغير بلاقي حب الشباب فعلا مسيطر على وشهم بطريقة فضيعة بوسي هو بيبقى اكتر نوعية الميكاب اللي هي مستخدمية هي ممكن تكون من ايه حاجات مش مناسبة لبشرتها هي بشرتها مثلا دهنية ومن ايه ميكاب تقيل معمول من كريم او لونج لاستنج بيقعد فترة طويلة فده هيبدأ بيبقى كاتم الجلد فحيبدأ يطلع لها حبوب مكان فلازم انا بوجه البيشنط برضو ان اختيار نوع الميكاب ايه تختاري الحاجات اللي فيها فلود او جل او اكوا فلود حاجات خفيفة على الجلد دكتور ايه التقنيات اللي موجودة في المركز لنظارة البشرة يعني اكيد في المركز في كذا تقنية موجودة فيه حاجات كتير ممكن عندي مثلا الليزر الكربوني ده موجود في جهاز اسمه كيو سويتشد ليزر ده بيعتبروه اسمه هاليوود بيل لانه هو انا بدهن الوش كربون ماسك وببدأ اشتغل عليه بالليزر بيعمل نظارة حلوة وحمرار ظريفة في الجلد ده لو عندي اي مناسبة ممكن اعمله وروحي سعيد باس في اتصال الو ايو سلام عليكم وعليكم السعافة البركاتفاني من فضلك كنت عايز اتقال الدكتورة على حاجة بخصوص الشعر مع حضرتك اتفضل اتفضل انا شعري بيقع من حوالي ثلاثة ع سنين كده وضغط على البت بس مش كاف اي اي اثر يعني اي اثر يعني وابني نفس الواضع معه وهو حق يعني شعره تده يزلح الورق فهل ده في امكانية ان اشنا ممكن فيها تاج او حاجة زي كده اه طبعا يعني بقول معين هتجوبك الدكتورة حاجة شكرا لاتصال في المركز عنديك حاجات زي كده اه طبعا اه طبعا بس هي لازم اشوفها على الحقيقة وبكشف على الشعر بالتريكوسكوب بجهاز مخصوص بيوريني المشكلة اللي في الشعر ايه هي باين من كلامها ان ابنها عنده تساقط وراسي اللي هي بتقول ان الشعر بيرجع الورق او ده بيبقى تساقطه عوام الورصية بس هي طبعا انا لازم اكشف عليها ولازم اطلب منها تحليل قبل ما اخد اي خطوة في العلاج في حاجات احنا بنقدر نزديها من غير تحليل عبال ما تجيب لي التحليل ان احنا مش صغل بمالتي بايتامينز وباخد بقى قرار انا حمشي في علاجها ازاي بعد التحليل وبعد طبعا ما بشوف التريكوسكوب كمان الشعر ايه المشكلة اللي في ان شاء الله طبعا من العلوان والاركام التلسيناتي المركز موجودة حباك ممكن تتواصل مع الدكتورة سالي الدكتورة سالي بقى ودليه اسباب التجعيد وعلاجها اسباب التجعيد كثير قوي منها التقدم في السن ممكن اكون عملت ضايت سبير جدا نزلي وزني فجأة فبدأ يظهر عندي تجعيد وانا في سن مش كبير التدخين لانه ده بيقلل افراز الالاستين وكولاجين التعرض المباشر للشمس اليو بي اي واليو بي بي والناس اللي ما بتحطش كريمات حماية الشمس وبتنزل عادي ده برضو بيؤثر جدا في جلدها اللي تهتمام البشرة الجفاف الشديد اول خطوة لازم ابدأها الترتيب الترتيب مهم جدا جدا دي من الحاجات اللي بتحافظ على جلدي السونسكرين انا ما ينفعش استغنى عنه ابدا وانا نزلة او لوحات واي يحكي لها حالك تعتبر ان دي العوامل اللي هو يقدر يؤخر فيها التجعيد اه اه واستخدامات اللي فيها عمتا بايتمان ايه الحاجات دي كلها بتأخر ظهور التجعيد دكتورة وفي حد بيدخل يعمل جراحة بخصوص التجعيد ديت ولا ممكن يعالجها من غير تدخل جراحي ممكن طبعا تتعالج من غير التدخل الجراحي بس فيه ناس بتلجأ للتدخل الجراحي تقول لهم ايه اه المفروض ليجوا الاول يكشفوا احدد فيه سن معين انا شايفة نوعية التجعيد اللي فيه مش هتتحسن الا بالجراحة فانا ببدأ اوجيها دايريكت ان هي تروح لحد جراحي التجميل اه لا فيه تجعيد بتبقى اه احنا ممكن نقدر نعالجها بالهايفو مثلا او بالفلف او بالخيوط كمان عندك في المركز كل التقنية دية والاجهزة دية ممكن الاول ناخد خطوة الهايفو بعدها اقول لها اذا كنت محتاجة خيوط او فيلر او هنكتفي بالهايفو وتجي تجدديه كل فترة كان فيه سور يا دكتور ماليش كنت عاوز اعريض على حالتك تحريك تقول لنا عليها السور معانا فضل يا دكتور مش واضحة اه اه قرب هانا شوال ايوه شكرا او 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 دي ازالة تسبغات دي كانت كلف وده بتتعامل بالكيو سويتش ال ليزر نتايجه بتبقى هيلة بتاخد من ده جهاز ده يشتغل على ازالة تسبغات الكلف النمش بيفتح الأماكن الغمقة بترجيع أمينة جدا ده كده بقيت النمش ده النمش برضو بياخد وقت قد إيه دكتورة علشان تظهر النتيجة معيك من 3 ل 6 جلسات دي بتجيه 3 جلسات حسب نوع البشرة صح؟ حسب نوع البشرة وحسب عمق التصبغات وحسب نوعيتها وهي بقالها قد إيه معيها الفترة بتختلف كل ما قعدت بيها وقت طويل كل ما كده التصبغات بقيت أعمق فتحتاج مني مجهود أكبر إنما لو لحقتها في الأول بتاخد نتيجة وقتية طبعا بتاخد نتيجة أسرع ده قبل وبعد ده قبل وبعد طبعا إحنا هي سنها مش كبير فمحتاجتش تعمل الجزء بتاع الليفتنج دي كانت عملت دايت سبير جدا ونزلت كمية كبيرة جدا في وزن يعني نزلت وزن كبير في وقت قصير بأثر طبعا على وشها بيسحب الدهون الدهون من الوش فبيدها في المش وكانت عاملة قبل كده حقن دهون وما نجحش معيها ما عادش فترة طويلة فعملنا لها فيلر وده أخد جلستين تعمل على جلستين اتنين؟ تعمل على مرتين أنا أنا بعملها على مرة بس أنا نشوف النتيجة لو حبة تاخد فوليوم أكبر بتيجي مرة تانية جميل ممتاز ده البوتيكس اللي بيبقى في القورة من فوق في الجبهة أو في الجبهة من فوق ده اللي هو قبل بيبقى فيه تتجعودات كده آه بيبقى عندي نوعين من التجعيد الديناميك وستاتيك رينكلز الديناميك اللي هي مع الحركة مع الحركة ودي نتجة بتبقى حلوة جدا في البوتيكس إن أنا ألحقها قبل ما تتحول تبقى خطوط خطوط ظهرة بقى ده اللي هو بدون تدخل جراحي بدون تدخل جراحي بالتجعيد يعني الخطوط اللي بتزهر الحركة دي نتجة بتبقى حلوة جدا مع البوتيكس أحسن من ما استنى وتبقى خطوط سبتة إن فينا استيجي تقولي آه أصلا حسننا أنا لستة صغيرة بس هي أنا بشوفها وهي بتتكلم مع تعبير ظهر الخطوط واضحة جدا تعبير وشها بتبين الخطوط دي ومش على سنها يعني مش موافق لسنها لو حتستنى هتظهر بقى وتبقى القطوط حتى وهي سبتة مرسومة زيبتوا بقى نتائجها أصعب إن هي تروح طب تعالي أعمليها أسهل وهي حركية بعد ما بتعملها بتاخد وقت قد إيه بقى تعد معها قد نتائج البوتيكس بتظهر من خمس أجيب ده إيه هو ده هوت آه ده الهايفو ده الهايفو ده في الرقبة آه والوش فين في الرقبة بيتعامل في أجناب الرقبة هنا وبيتعامل في اللغة أنا ممنوع أعادي الجزء ده عشان هنا الغضاء الدرافين الغضاء الدرافين ممنوع طب أعادي في أجناب الرقبة آه السورة اللي بعدها كان أيها دي دي جلسات ترميم الشعر آه دي ميزو سيرابي وبلازما آه دي بتاخد بقى قد إيه يا دكتورة دي أحتاجت ست جلسات طبعا مع علاج بتاخد علاج موضوعي لفروط الرأس وبتاخد كمان مالتي بايتمينز آه وتعمل لها بلازما هي كمان بلازما عندنا في المركز إحنا نستخدم كتس مخصوصة ما بنعملش التيوبات العادية هوا مثل المركز اللي فيه دكاترة متخصصين بيكشفوا بيشوفوا إيه المناسب لكي قبل ما بتدخلي ما بيعملوش أي حاجة إلا ما بيشوفوا إنتي هتحتاجي إيه وتعملي صح يا دكتورة؟ قبلها طبعا و لازم قبلها طبعا يعني يجي لحضرتك يشوف أنا محتاج أعمل إيه كشفها طبعا إيه أهم حاجة أن أنا أحدد حتى لو هو يا دكتورة قالك يعني أنا رحت وكشفت إنتي لازم لحضرتك تشوفي هو محتاج إيه واللي إنتي تشوفي بالأجهزة اللي عندك إنتي قلتيني عندي الجهاز بيكشف على فروة الشعر وبتقوله بيحددلك من خلاله طب دي حاجة كويسة جدا ومش لازم أنا أمشي وراء المريض يعني سعاد بيبقى هو عايز حاجة أو واحدة شاشتة حاجة على صحبتها بس مش مناسبة لها بالضبط فأنا اللي بحدد أو بوجيها وممكن تبقى مختاري حاجة مناسبة لها فعلا فأنا بسعيدها في أن احنا نختار الصح واللي يرضيها طب الفلل والبوتكس بيقعد قد إيه في الفلاش؟ البوتكس بيقعد من 3 ل 6 شهور الفلر على حسب أنا حقنته فيه تحت العين هو بيقعد أكتر وقت بيقعد من سنة لسنة ونصف سألتني ما يتعرضش للبخار على حسب برضو هي طبعتها إيه وده بيحددلي لكن مين لي أنا بتكلميني هو بيقعد من سنة لسنة ونصف تحت العين في التشيكس بيقعد 6 شهور وفعاية مع بعض الناس بيقعد 8 شهور و9 شهور كمان بيقعد هنا من 4 برضو ل6 شهور الشفيف بيقعد من 4 شهور 5 شهور تقريباً لإني دي أكتر مناطق فيها حركة يعني لو قلت لك واحدة قالت لك أنا عايزة أنفخ مثلاً شفيفي أنت شايفة اللي هي ما ينفعش تعملها أنت بتنسحها وتستجيب للمفخها؟ أه أه بنسحها وبقولها أننا ممكن نعمل حاجة تانية تبقى مناسبة لك؟ تبقى مناسبة لها أكتر لأني لو وممكن أديها كمان إكزامبل أن أنا ممكن أعملها لها بالبلازمة ووريها الشكل حيبقى عامل إزاي؟ البلازمة دي مؤقتة بيقعد يومين 3 من فوق بس بيورد لها الشفيف ساعات هي لما تشوفها بقى من فوقها آه يا دكتور رأيك كم صح؟ ما كانتش المفروضة أعملها دكتورة سالية حسنة بأشكر حقيقة جداً بأشكر حقيقة معنا أخذ ساعة جديدة وتجميل الإزار وإن شاء الله يكون معنا في حلقاتين إن شاء الله بشكرك يا دكتورة بشكرك يا دكتورة بشكرك يا أستاذة بشكرك يا محمود بشكرك يا أشكركم بدمتم فرعات تسبحها لخير